يوم لحد الثامن عشر من شهر ونبر الفين واربعة وعشرين وجريت عديد المباريات على المستوى الدولي فعلى صعيد إقصائيات كأس يوم أفريقيا الفين وخمسة وعشرين وجريت مبارتين الأولى منتخب الطوغو استقبل نظيره الغيني الاجتوائي فانتهت المباراة لصالح الطوغو بتلاتة أهداف نظيفة سجل في شبك غينية الاستوائية في مباراة أخرى المنتخب الجزائري يسحق نظيره الليبيري بخمسة أهداف لهدف وحيد لتتاهل الجزائر رفقة غينية الاستوائية إلى كأس أمم أفريقيا الفين وخمسة وعشرين على صعيد إقصائيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت عشرين سنة المنتخب الثنسي يخسر أمام نظيره المغربي بهدفين لهدف وحيدة أما المنتخب الجزائري فقد تعادل إيجابا هدف في كل شبكة مع نظيره المنتخب المصري أما تصفيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت السابعة عشر السنة المنتخب الوطني المغربي يتعادل إيجابا مع نظيره الثنسي هدفين في كل شبكة في مباراة أخرى منتخب ليبيا لعبا ضد منتخب الجزائر فانتهى اللقاء لصالحياد الأخيري المنتخب الجزائري بتلاتة أهداف لهدفين المنتخب الجزائري هو الثالث في المجموعة وراء المنتخب التنسي والمنتخب المغربي على صعيد دول الأمم الأوروبية لعبت ست مباريات انتهت كالأتي منتخب لطفيا يخسر بميدانه أمام منتخب أرمينيا بهدفين لهدف مقدون الشمالية تنتصر على جزر الفارو بهدفين لصفر أما المنتخب الإنجليزي فقد دكا شبك منتخب إيرلندا دكا دكا فسجل فيها خمسة أهدافا لا رد لها ولا صد منتخب فنلندا في ميدانه ينهزم أمام المنتخب اليوناني بهدفين نظيفين أما المنتخب النمسوي فقد تعدل مع نظير السلوفيني هدف في كل شبكة فيما ذكا منتخب النرويج وسحقة منتخب كزخشتان بخمسة أهداف أنا أضيفا انتهى اللقاء الرياضي إلى اللقاء